اشتركوا في القناة شو بدنا نعمل؟ بدنا نحفظهم زي اسمينة شو بدنا نعمل؟ بدنا نحفظهم زي اسمينة هذا ملخص الوحدة وراجعا لكل ام تهتم فيهم هذول الصفحتين تحفظوا الولد منيحياهم هذو خلاصات كل الوحدة يلا يا حلوين خذوا نفس اهدأوا دائما استرخوا وخلينا انبلش فيها الاسئة السؤال الاول اكتب اسماء اجزاء النبات على الرسم الاتي هاي منسميها الزهرة هاي الورقة هاي الساق وهاذ الجدر بهاي الطريقة السؤال الثاني اكتب اسماء اجزاء النبات امام كل وظيفة من الوظائف انو بثبت النبات في التربة يا حلوين شو منحكي له الجذر انو بصنع الغذاء الورقة انو بينقل الماء من الجذور الى جميع اجزاء النبات الساق انو بامتص الماء والاملاح من التربة الجذر انو بكون الثمار والبذور الزهرة انو بنقل الغذاء من الاوراق الى الاجزاء الاخرى للنبات أكيد الساق سؤال الثالث أكتب أسماء البذور الآتية في المستطيلات أسفل الصور هذا اللوز بيين شكله لوز هذا القمح هذا الفصول يلم نقطة هذا حب السوداء وهذا البلح وهذا الأفوكادو بتكون حفظهم حسب كل شكل سؤال الرابع أراد أحمد زراعة بذور البطيخ في وائح وقطن فغمرها بالماء مدة طويلة ولاحظ أن البذور تعفنات ولم تنبت طب ليش وفسر ذلك ليش ما نبتش لأنه يا حلوين شو حتى طلع لأنه امتصت البذور قدر كبير من الماء شو بيأدي هذا امتصاصة إلى قدر كبير من الماء انفجار القشرة ولم تتعرض للتهوية المناسبة بسبب القطن عشان هيك تعفنت البذور يعني عشان حطهم في قطن القطن شو ماله يا حلوين بيخلي الماء حواليه ويظل النبات يمتص 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 فعشان هيك عفان ومن اماش سؤال الخامس ارتب مراحل انباث البذرة بكتابة الرقم المناسب في المستطيل ايش اول شي اول شي بتمتص البذرة الماء بتنتفخ وبينشق الغلاف عشان تخرج البادرة بعد ما تخرج البادرة بيصير جذير في البادرة وبتجه لأسفل بعدها السويقة هيها السويقة إلى أعلى وبعد السويقة خلاص منمو الجذير مكون الجذر والسويقة بتكون الصاق بتفتح الأوراق وبتصير أغصان ايه وثمار السؤال السادس اعدل ثلاث طرق لتغذية للعناية بالنبات مجدك تعتني بالنبتة ايش بتعمل اول ايش بحرث الارض بنظفها قبل الزراعة ري المزرعات باستمرار وبعرض المزرعات لأشعة الشمس والهواء السؤال السابع ماذا يحدث اذا قطع جذور النبات اذا جذر النبات انقطع خلاص بتموت تموت النبتة بسبب عدم مصول الماء اليها لأن الجذر هو بامتص الماء طب راح الجذر ما فيش شي بامتص الماء خلاص بتروح وضعنا زهرة بيضاء في ماء ملون شو بصير تلون الزهرة البيضاء بملون الماء يعني بصير لو ان اللون احمر بصير الزهرة حمراء ليش لانا بتمتص الماء بصبغته واضح السؤال الثامن اعلق بلغتي على الصور الآتية الصورة الاولى هي مجموعة من بذور الفول زرعت وامتصت الماء وانتفخت وانشق الغلاف الخارج وخرجت منها البادرة هاي يوم يخرج منها البادرة اثنين هاي هون واحد بيرش بمبيدات مزهرة يقوم برش المزروعات بالمبيدات الحشرية ثلاث طفل بزرع شتلة بالقرب من شتلات اخرى أربع قطيع من الأغماشية بوكل في أوراق الشجر ويفسد الأعطغ ويفسد الأغصان وبيكسرها الغنماث بيوكلوا ايه بالشجر سؤال التاسع أشطب الكلمات الآتية لمعرفة كلمة السر المناسبة بعد ما تشطبهم شو بيظل؟ بيظل يا حلوين الكلمة أجزاء النبات شو بيظل كلمة؟ أجزاء النبات بهاي الطريقة وهيك يا حلوين أكون أسئلة الوحدة أنهناهم جدا مهمات هؤلاء الأسئلة هم المحور في الامتحانات ماذا من الأسلزة بحطوا منهم ديروا بالك يا حلوين نشوفكم إن شاء الله في الوحدة الثانية الأرض وثرواتها إلى اللقاء